موسيقى طب بذوقاتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في صوت اليمن فاتش عن الفساد كلما ضقت بنا السبول كان السبب هو الفساد كلما تحدث الجميع عن مصالحه الخاصة وتناسل اليمن فاتش عن الفساد حتى في استمرار الحروب فاتش عن فساد المصالح والعلاقات المتشابكة وصفقات التسليح كل شيء يقودنا إلى البحث عن الفساد وعن الفاسل الذي يتكسب من استمرار الأوضاع لكن أسوأ أنواع الفساد هو فساد المنظمات التي هدفها مساعدة الناس وتقديم المنح المالية أو العينية التي تعين البساطاء والفقراء على معاناة الحياة الذين خصوصا من تقطعت بهم السبول رأينا منظمات فاسدة تكتب تقارير في صالح الحوثي طمعا في الأموال أو خوفا من بطش رأينا أموالا تذهب إلى غير طريقها وبدلا من أن يحصل عليها البساطاء نجدها تتحول إلى حسابات بنكية بين يدينا تقريرين عن المساعدات الإنسانية في اليمن يرصد أو تقرير يرصد ويؤكد أن المساعدات لا تصل إلى المتضررين كما يجب وأن مسار المساعدات الإنسانية جرى تحويله إلى جهات أخرى التقرير الآخر وهو أيضا لمركز صنعاء تضمن محاولة لفهم كيف يتفشل التسجابة الإنسانية الدولية في اليمن التقارير تستند للبحثة سارة فونستيك التي عملت عام 2019 كمنسقة وصول لبرنامج الأغذية العالمي التابع للممتحدة في اليمن مستندة إلى وقاع ومقابلات مع 73 من المسؤولين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمحللين والخبراء والجهات المانحة وممثلين المجتمع المدني بالإضافة إلى مئات الوثائق الوامن التحدى تلقت على مدى سنوات أكثر من 18 مليار دولار أمريكي لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن هل تعلم أين تم أنفاقها؟ 18 مليار دولار في 6 سنوات كيف تم أنفاق هذا المبلغ؟ أسبوع الماضي دعت المنظمة لتقديم 4 نظر الأممية طبعا لتقديم 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني غير أن المانحين تعهدوا بـ 1.3 مليار دولار ما دفع مارتين جريفث وكيل الأمين العام للأمم التحدى الشؤون الإنسانية والمبعوث السابق إلى اليمن إلى القول نشعر بخيبة أمل نقل التقرير عن بعض ممن قبلوا قولهم أنهم لا يثقون كثيرا في دقة الاحتياجات التي يصور وجودها في اليمن وقالبا ما يشيرون إلى نقص البيانات الموثوقة التقرير يقول أو يؤكد أنه في العام السابع لإستجابة الإنسانية تبدو هذه التقارير قاتمة فقد وثق وجود تحويل للمساعدات عن مسارها وممارسات فساد وتقييد الوصول للمساعدات ونقص أو تضاءل مساحة العمليات الإنسانية وقال التقرير أن العديد من العاملين في مجال الإنسان ذهبوا إلى اليمن وخرجوا منها وهم يشعرون بالإحباط والغضب واصفين النظام تقديم المساعدات بعدم المرونة والفاعلية وأنه غير مناسب وبعدا عن الشهادات التي وردت فإن الواقع الذي نعيشه جميعا ونشاهده بعيننا ونسمع به من أهلنا يؤكد وجود خلل وهو ما سنبحث عنه في حلقاتنا اليوم تابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش خيبة أمر أممية وشعبية من تراجع هجم التعهدات المعلنة من قبل المانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن والتي تقول منظمات أممية أنها تعاني من أزمة إنسانية عالية الخطورة تقارير ودراسات عديدة عللت تراجع الاستجابة الإنسانية بفعل تفشي الفساد وتحويل مسار المساعدات لجهات أخرى بعدة عن المستفيدين حيث أنه بالرغم من أن الأمم المتحدة قد تلقت على مدى السنوات الست الماضية أكثر من 18 مليار دولار لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن إلا أن أرقام المتضررين من الأزمة ما تزال في تصاعد تقرير بحثي حديث لاحظ أن الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات في اليمن اعتبروها غير مناسبة للاحتياجاتهم والعديد من الأشخاص استبعدوا من الحصول على المساعدات خاصة النساء والأشخاص ذو الإعاقة والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى وشكك التقرير في تصوير اليمن على أنه يعاني من أسوأ وأكبر أزمة إنسانية وفقا للبيانات التي قارن بها اليمن وسوريا وأفغانستان والكونغو وجنوب السودان مؤكدا أن هذه الرواية ذريعة جيدة للحصول على التمويل في ظل أنه تم توثيق وجود تحويل المساعدات عن مسارها وممارسات فساد وتقييد الغصول إلى المساعدات ونقص أو تضاؤل مساحة العمليات الإنسانية وحثت تقرير البحثي بضرورة إقرار منظمات الأمم المتحدة بأن الاستجابة الإنسانية الحالية هي دون المستوى الأمثل وبدء تحليل شامل بهدف إنشاء استجابة أكثر ملاءمة وهادفة أهلا بكم مشاهدي الكرام وسرني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء الباحث الحقوقي وليد الأبار أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا وسهلا بداية كيف تقيم أداء المنظمات الرغاثية العاملة في اليمن؟ أولا لتقييم الوضع الإنساني بشكل عام هناك ثلاثة أطراف رئيسية يجب أن يتم تحليل دورها بشكل أعمق هناك المانحين والمنظمات المشغلة والمستفيدين وبالتالي هنا نحن نتحدث عن احتياجات واستجابة فيما يتعلق بالمنظمات العاملة في اليمن الكثير من الأموال التي تذهب أو المخصصة للعمل الإنساني وأود هنا أن أحاول فقط أن أضيف إجمالي المبالغ المخصصة للمساعدة الإنسانية منذ العام 2010 لأنه بدأت أولى الاستجابات الإنسانية في العام 2010 بمبلغ تقريبا 240 مليون دولار لكانت مخصصة الواء النازحين أثناء الحرب في صعدة ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة وخطة الاستجابة الإنسانية مستمرة إجمالي المساعدات التي دخلت اليمن حتى العام 2021 كان لديها دراسة عدتها لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 34 مليار دولار أكثر من 88% من إجمالي هذه المساعدات ذهبت للمنظمات الدولية وأثناء الدراسة كنت قد التقيت بالعديد من المانحين كانوا يبرروا بأن هذه الأموال تذهب للمنظمات الدولية لأن اليمن تعيش فيها حرب ولا يستطيعون أن يقوموا بعملية مراقبة على المنظمات المحلية وبالتالي يتم التنصل من إتفاقية إستنبول التي تنصل على توطين المساعدة الإنسانية بمبلغ 25% للمنظمات المحلية ما مفهوم التوطين؟ أنه يجب أن تذهب 25% للمنظمات المحلية لكي تتمأسس ويكون هناك حوكمة ويؤدي إلى توطين العمل الإنساني لكن أنا أعتقد أن هذا أيضا يزيد من الكلفة العمولات والكميشنات لا بالعكس وجور النقل والتحويل لأنها تعمل كوسيط أو عبر المنظمات المحلية استهلاكها ونفقاتها التشغيلية تكاد لا تساوي 5% من إجبال النفقات التشغيلية من منظمات الدولية منظمات الدولية نفقتها التشغيلية عالية جدا أولا موظفين الدوليين رجولهم مرتفعة تنقلاتهم مرتفعة التأمين الحماية الشخصية المولودة كل شيء بعكس المنظمات المحلية تتحرك بشكل أسرع تستطيع من خلال علاقاتها الداخلية أن تصل إلى أماكن لا تستطيع منظمات الدولية أن تذهب إليها لكن هناك إشكالية في المنظمات المحلية على سبيل المثال تحدث مثلا المانحين على سبيل المثال كان لدي يمسح فيما يتعلق بمعضلات العمل الإنساني يتحدثون على أن المنظمات العاملة في اليمن أولا ليست محوكمة ينقص الخبرة اللغة الإنجليزية أيضا التواصل التأخر في تقديم المشاريع أيضا ويتحدثون على أن أصحاب المنظمات العائشين في الغرب لديهم الخبرة لكنهم لا يتواجدون الأرض المنظمات المحلية الموجودة في الداخل أيضا هي موجودة على الأرض ولكن لا تمتلك الخبرة أضف إلى ذلك أن الحرب أدت إلى انقسامات عمودية وأفقية داخل المجتمع ما في ذلك المجتمع المدني على سبيل مثل كثير من منظمات العاملة في المناطق التي سيطر عليها الحوثي لا تستطيع العمل في مناطق الشرعية والعكس وبالتالي هناك انقسام أيدولوجي أو السياسي وحتى طائفي في بعض الأحيان هذا الانقسام أثر بشكل كبير جدا على عمل منظمات العاملة في المجال الإنساني هناك جزء أيضا يتعلق بالخلل في العمل الإنساني واحد ذاتي اثنان خارجي ثلاثة ضعف الحكومة على سبيل المثال يمكن القول أن الجمهورية اليمنية قد فقدت السيطرة على سيادتها في المجال الإنساني حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك جهاز حكومي لديها المقدرة على توجيه وتنفيذ المراقبة والمساءلة والشفافية على عمل منظمات الإنسانية هذا أولا يعود جزء من هذا الخلل لاستغرام منظمات الدولية ضعف الحكومة وأيضا بكى ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثين لماذا؟ لأن المساعدة تدخل عبر ميناء الحديدة والمساعدة العامة من قبل الحوثين وتخزن في مناطق سيطرة الحوثين وتوزع من مناطق سيطرة الحوثين وبالتالي هناك أفضلية في السيطرة على المساعدات من قبل الحوثين هذا الجانب اثنين المنح المقدمة لليمن ليست منح خيرية بمعنى أنها مرتبطة بأجنزة السياسة الخارجية للدول المانهة حينما نتحدث على التموين نجد على أن 80% من المساعدة المقدمة هي الدول لديها ارتباط بشكل أو بأخر سلبي أو إيجابي في الواقع على أسكاري في اليمن وفي الأزمة اليمنية بشكل عام وبالتالي هي مسيسة مرتبطة بهدف خارجية ثالثا إصرار الحوثين على اللصوصية فساد القطع المصرفي استمرار تحويل الأموال إلى البنك المركزي في صنعا وأيضا هناك عكز لماذا لا يتم تحويل الأموال للبنك المركزي يقول لك هناك نقص ممكن يبرر أن هناك نقص في البناء التحتية لكن في الأخير هذا في الأخير هناك ناتج على الأرض وهناك حالة قائمة نتساءل ويتساءل الجميع عن مدى الموائمة بين أوجه الصرف والاحتياجة هل هي منضبطة أم لا ربما الواقع يقول أكثر مما سنقول الناس لا يستفيدون من هذه المليارات بشيء أو بما يتناسب مع الأرقام تفاجأنا كلنا بهذه الأرقام 18 مليار و43 مليار كما تقول إذن المنظمات هنا لعبت دور سياسي وأيضا عقدت صفقات هذا ما ترجع أن تقول هناك أولا أنت أشرت إلى نقطة مهمة وحاسمة في العمل الإنساني التي هي هل إجمال المبالغ المقدمة العمل الإنساني تتناسب مع حجم الإحتياجات اليمنية في اليمن أقول لك أن هناك فجوة توصل إلى حوالي 34% على سبيل المثال في العام 2017 2018 2019 قدرت الأمم المتحدة بأن اليمن يحتاج قرابة 4 مليار فاصل 3.2 فاصل 7 إجمال المبالغ المقدمة على سبيل المثال في العام 2018 2019 بالكاد مليار و700 مليار و300 وفقط في العام 2018 كانت حوالي 3 مليار و400 بمعنى في كل السنوات هناك فجوة تقدر في أغلب الأحيان بمليار دولار إذن هناك نقص في التمويل بدرجة رئيسية تحملها ذا الأمم المتحدة إثنين فيما يتعلق بآلية توزيع هذه المساعدة تقول على أنه تم تخصص هذه المساعدات بدرجة رئيسية لتلبية الاحتياجات الطارئة وليس للتنمية المستدامة وهناك فرق كبير جدا على سبيل المثال حينما تنتهي 60% من إجبال المساعدة تتهاب البرنامج الغذاء العالمي حين تنتهي سلة الغذاء المقدمة لهذه الأسرة المحتاجة تبدأ تكون محتاجة لسلة أخرى حينما تنتهي من حتى المشاعدة انتظام؟ لا يوجد مشاريع السدامة حينما تنتهي ركز معي خزانة المياه لا حينما يستنفذ يأخذ الله خزانة المياه ويعبئ المرة واحدة وانتهى الموضوع حينما يستنفذ المبالغ المخصصة للوقود وللكهرباء تنتفع الكهرباء حينما تنتهي أو تستنفذ الوديع النقدية يرتفع الصرف بمعنى هذه المساعدات مقدمة للاحتاجات الطريقة ولا يتم استثمرها في التنمية المستدامة وحيناء إشكالية وخلال واضح إذن نحن نتحدث على أن هذه المساعدات لا تذهب لأننا لا توجد أيضا تنمية للموارد ولا يوجد أيضا أوعيات أوعيات تستلم الإيرادات بشكل منتظم وتذهب بها إلى مصارفها المعتادة أو المحددة قانونا سواء مرتبات أو عمال التنمية هناك كان يفترض على سبيل المثال في الفترة الأخيرة كان هناك برنامج ويفترض أن يراد منه أن تحول المبالغ للمحتاجين مباشرة وكان يراد أن تذهب هذه الأموال إلى البريد لم يكن البريد جاهز وبالتالي ذهبت إلى القطاع الخاص إلى البنوك الخاصة هناك إشكالية حقيقة نقول أن هذا الملف كيف يمكن السؤال عن الفسد وعن نحن نكاد نكون مجمعين أو كل الخبراء في المجال الحقوقي والإنساني مجمعين على أن هناك خلل في إدارة الشأن الإنساني في اليمن ما هو الحل؟ أنا من وجهة نظري الحل أنه يجب إنشاء هيئة حكومية متخصصة في إدارة العمل الإنساني هناك جدل داخل الحكومة في الوقت الراهن حقيقة يقال بأنه يجب إعادة إعادة الاعتبار للمؤسسة الحكومة بما فيها وزارة التخطيط وهناك لجنة مشكلة يقول على أنه إصلاح مؤسسة الدولة بالنظر لما تعرضت له صعب في الوقت الراهن إذن لابد من إنشاء صندوق حكومي يمكن أن يسمى صندوق طوارئ أو أي هيئة حكومية كما أنشأتها المملكة العربية السعودية وهي دولة عريقة أنشأت مسمى اسمه مركز الملك سلماء في الإمارات لديهم الصليب الأحمر في الكويت هيئة المساعدة الكويتية هذه مؤسسة محترفة متخصصة في هذا المجال لماذا؟ اسمح لي ورحب بضيفي أيضا عبر الهاتف عبد الرزاق العزعزي وهو رئيس منظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني أهلا بك أستاذ عبد الرزاق وأتساءل معك هنا هل هناك خلل في منظومة المساعدات الإغاثية والإنسانية؟ مرحبا عليكم الأعزاء المشاهدين لكن حول مشارات هناك خلل سواء ما بين المنظمات في ما بين هردين أو في ما بين المنظمات والجانب الحكومي ما فيش هناك تنسيق ما بين ما يحتاج المجتمع وكذلك ما تفعل حكومة للمنظمات اللي من المفترض أن يتم تطليقه على أرض الواقع لذلك قد يكون هناك إشكالية في وصول المساعدات للمستفيدين يعني ممكن مثلا بعض المستفيدين يحصلوا على أكثر من مساعدات من أكثر من جهة والبعض الآخر ما يحصل على أي مساعدات فبالفعل هذلك إشكالية في التنسيق ما بين الجهات المخالفة العاملة في مجال العمل الأغاثي عبداللزاق أين يكمل الخلل برأيك هل هو في الإجراءات أم في الشفافية أم ماذا يعني أنا أعتقد أن هناك أكثر من محور لمكامل الخلل أولا ممكن أن يكون عدم وجود استراتيجيها للعمل الأغاثي التي هي من الممكن أن تشرف عليها مثلا الأمم المتحدة هذا مسألة ممكن تكون واحد من جوانب القصور أو من جوانب الخلل الجانب الآخر هو ما تفضل فيها الأستاذ نيشوي هو مسألة يعني المتابعة الفقومية أو الرقابة الفقومية واللي ممكن أنها تكون بيئة حاضنة لوجود أفراد سواء في داخل المؤسسات الفقومية أو المؤسسات المدنية المحلية أو الدولية في هيئة لعملية ممارسة الفساد في داخل من البنات في المكتبع المدني من يحاسب المنظمات إذن على فسادها من المفترض أن يكون الحسابة على الجهات الحكومية على وزارة السؤال الاجتماعية والعمل هذا من المفترض ثانيا من المفترض أن يكون هناك واعي جمعي لدى المجتمع بأننا مفترض يعني إحنا مثلا نتكلم بأن مؤسسات المجتمع المدني ما فيش ركابة على الرحاء يعني غير غير ذكابة الفقومية مفترض بأن المنظمات طبعا لما نتكلم عن المنظمات ما نتكلم عن المنظمات بشكل عام وراحة المنظمات الكبيرة اللي لها آليات عمر وابحة ومحددة وبالطبع فيها عدد من المفاشدين لكن مفترض أن المنظمات هي تكون ركيبة على نفسها لأنها يعني دعكة من الافترابات نحن نريد رقابة يعني نريد جهة مسؤولة تضبط من يخالف هل هذه المنظمات يدها مطلقة في اختيار كيفية العمل كيفية توزيع المساعدات يعني رأينا في فترة من الفترات أنه أنه هذه المنظمات هي من تمول جبهات الحوثي رأينا أنه تم تحويل أيضا جزء من المساعدات إلى نقدية تسلم يدًا بيد إلى الحوثي بحسب طلبه كان هناك نوع من التواطئ يعني إذا ما صح التعبير كيف نضبط هذا المسألة ما شوف عشان نكون واقعيين وصادقين مع الفسناء إحنا ما نقدر نضبط يعني دون الإضرار طبعا دون الإضرار بالمحتاجين والفقراء يعني لا لا ما فيش حاجة اسمها إضرار في الحاجة اسمها في الحاجة اسمها يعني الإنفاق الرشيد مفروض إنه يكون في عملية إنفاق الرشيد لكن هو قلنا قبل شوية نظر لغياب الدور الحكومي هذا يهيئ الوضع للأفراد شواء في المنظرمات أو في الجهات الحكومية لأنهم يمارسوا عمليات الفسد وكذلك الابتدائي الفحومة تفاقد للسيطرة حتى في البراطق التي يفترض أنها تحت سيطرتها هو شوف أصد هو من المقصرحات التي تقدمناه هذا السابق لأنه يجب أن يكون هناك جهة دولية تمنح ما يشمى بأستقر للمنظمات التي تتتغل وهذا يسمى على رأي الغمهور أو رأي المشتفدين لأنه للأسف الشديد لا يوجد لها دولية في عندك مثلا لجنة المنظمات غير الحكومية في نظمة المتحدة التي تمنح تمنح تفل اشتكارية لكن ما فيش فيها تمنح ثقة أو تمنح ما يمكن ما يمكن أنه هذه المنظمات حكايتية تعمل على خدمة الإنسان بالأسف لا محلية ولا دولية أشكرك لزيلا الشكر عبدالرزاق العزي العزي مؤسس ورئيس بالمنظمة الانترونية العلام الإنساني كنت ما يعبر هذا إذن هناك نقاط مهمة وردت أنه لماذا لا تقوم على الأقل الحكومة برصد يعني العمل هذه المنظمات وطبع قائمة بالنظمات النظيفة والمنظمات غير النظيفة بلاكليس لهذه المنظمات وتطالب بإيقاف التعامل معها كونها مثلا تتخدم أجندات سياسية كونها تتلاعب في المنح المالية والعينية وأشوف يفترض على أن المنظمات المجتمع المدني هي التي تراقب أداء الحكومة في العرف وبموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الدولة حتى وهي تشهد حالة نزاع هي من حق الأمم المتحدة أن توصل لمساعدات المضررين ولكن من حق الدولة أن تمارس الرقابة والمسائلة فيما يتعلق يجب أن تتأكد الدولة بأن هذه المساعدات لا تذهب لزيادة العنف وستمرار الحرب يجب أن تذهب للعمال الإنسانية تخفيف بإثار الحرب هناك نقطة محورية استغلها المجتمع الدولي هو بقاء ميناء الحديد مسيطرة عليه من قبل الحوثيين حينما تحاول الحكومة في بعض الأوقات أن تفرض سيادتها في المجال الإنساني تذهب هذه المنظمات مباشرة لديها مقراتها في صنعة وتذهب للحصول على التصاريح من الحوثيين وهذا يحتاج الحكومة أساسا بمعنى هذه الزجرة لا تستطيع أن تضبط طالما أنت لا تسيطر مسألة الأرقام على سبيل المثال لو طلبت من مجموعة باحثين أن يذهبوا إلى المدرسة يتوجد فيها خمسة ألف طالب على سبيل المثال ليتأكدوا من هم الذين لا يملكون وجبة اليوم التالي سيحتاج هذا البحث من شهر إلى ثلاثة شهر وكلفة ببعض تجاوز كلفة تستندبشات التي ستقدم بالضبط أنا عملت في أكثر وكثير من الباحثين يعملون عقود مع منظمات لمدة عام دولية وجهات دولية نتفاجأ أنه يصدر بيانات يقال على أنه هناك أزمة إنسانية بلا شك كارثية الناس بدون مرتبات ووضع كارثي لكن يصدر بيانات يقولوا أنه هناك ثمانية مليون يحتاجوا لوجبة اليوم التالي كيف حصلت هذه المنظمات على هذه الأرقام هي أرقام تخمينية وليس أرقام دقيقة بمعنى الكثير من المنظمات تعمل نوع من الابتزاز الحصول على مبالا والكثير من هذه الأموال يتم إنفاقها بتشغيل لكن ألا تعتقد أنه الرقم الذي طرحه 1.3 مليار هذا الرقم ألا يشير إلى عدم موجود ثقة بهذه المنظمات وبعملها وبأداءها السابق نقص التكلفة هذا لديه عوام الأخرى أنت لما تطلب أربعة مليار وتقول أن الوضع الإنساني في اليمن هو أخطر وضع إنساني على الإطلاق وتقابل دعوتك وأنك تطلب أربعة فاصل ثلاثة ويجيك واحد فاصل ثلاثة هذا مرتبط بثلاثة عامل رئيسية العامل الأول أول شيء عدم ثقة لم يتعود هناك ثقة بالضبط لماذا عدم ثقة؟ لأنه كانت هناك اشتراطات من قبل المانحين على أن يجنب العمل الإنساني السيطرة البلاثين قاموا بإنشاء أكثر من 900 منظمة خلال الأربع سنوات قاموا بإنشاء مؤسسات فارق الصرف أيضا تذهب الأموال إلى البنك المركزي في صنعات بحسب الصرف ثم تذهب إلى عدن مسألة طويلة كلها عملية فساد أيضا المساعدات يدرك الكثير من المانحين في السنوات الأخيرة على أن هذه المساعدات تؤدي إلى إطالة الحرب جزء منها يؤدي إلى إطالة الحرب بحسب دراسة على سبيل المثال المركز الاقتصادي أن اقتصاد السوق سوق المساعدات في اليمن يقدر من 3 إلى 4 مليارات وهذا يؤدي إلى إطالة الحرب إذن عدم التزام الحثين بدرجة رئيسية بالسماح للمنظمات بالعمل بشكل حر وآمن بدون الدخل أدى إلى تقسل المساعدات خصوصا أن 80% من إجمال المساعدات التي تقدم لتغطية الخطة للإستجابة الإنسانية هي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لقموان المملكة العربية السعودية الإمارات الكويت أربع دول هذه الدول تقدم 80% من إجمال المساعدات وبالتالي لديها تحفظات في الآونة الأخيرة بأن هذه المساعدات تؤدي إلى إطالة أمد الحرب ولديها أيضا هي تقوم بتقديم مساعدات عن طريق الهيئة التابعة لها مركز أمريك سلمان على سبيل المثال إلى الأحمر الإماراتي هيئة الإغاثة الكويتية وعلى هذا الأسف جزء أيضا من تخفيض المساعدات هو الفساد الذي أصبح مكشوفا سواء من قبل سوء إدارة الأمم المتحدة العملية الإنسانية برمتها القصور الموجود داخل منظمة المحلية وانقسامها الطائفي والأدولوجي والسياسي بين الحكومة والحوثيين تدني فاعلية الحكومة بتحديد اتجاهات المانحين وتحديد الأولويات لا يوجد هناك جهاز يستطيع أن يخرج كل أسبوع على سبيل المثال أو كل شهر يقول للناس نحن نحتاج كذا مساعدات لتذهب إلى هذه البناطق أو إلى هذه الأصناق كل هذا أدى إلى تحفظات بالإضافة إلى أن العالم أصار مشغولا بأزمات أخرى على سبيل المثال أدت جائحة كورونا إلى تقليص المساعدات الحرب في أوكرانيا أدت إلى تقليص المساعدات ارتفاع أسعار الطارق أدى إلى تقليص المساعدات كل هذه عوامل متشاركة أدت إلى تقليص المساعدات الآن سيرتفع أسعار المادة الغذائية والإغاثات العينية التي كانت تقدم سبحاني راحب أيضا بتوفيق الحميدي المحامي ورئيس منظمة سام الحقوقي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيح بجميع مشاهدي يعني نتيجة الفساد والنهب المنظم للمساعدات لا نجد التمويل اللازم للمساعدات المستقبلية كيف نتغلب على الأمر برأيك أنا باعتقادي اليوم بحاجة أو العمل الإنساني في اليمن وآلياته بحاجة إلى إعادة نظر بصورة شاملة وكاملة لأنه اليوم كثرت التقارير وتوالت التقارير سواء التقارير المتعلقة بالفساد أو التقارير المتعلقة حتى بالمشاريع التي توجه للنازحين أو المحتاجين في مثل هذا الصدد كان آخر التقارير التي صدرت قبل أسبوع تقريبا عن وجود فساد حتى في عقود العاملين بمعنى يتم توقيع عقود العاملين في المنظمات الإنسانية برواتب معينة وبعد انتهاء العقد تشوفون أن الرواتب الحقيقية أعلى بذلك بكثير في هذا الصدد وبالتالي بحاجة إلى إعادة نظر إعادة نظر سواء هذه بالإحتياجات بالإحصائيات بترتيب الأولويات وغير ذلك لا بد أن يكون هناك عملية تشبيك بين المنظمات الداخلية والمجتمع المدني يجب أن يحضر دور الحكومة اليمنية بصورة قوية وواضحة في هذا الأمر يجب أن تعد ملفات بالفساد والنهب الذي خلال الفترة الماضية ذهبت كثير من المساعدات إلى جباهات القتال للأسف الشديد وبالتالي من أجل تصحيح البوصلة وإعادة يعني كما يقار الحصان إلى الطريق لابد من إعادة النظر في كل ذلك هناك الباحثة سارة فوليستيك التي أعدت التقرير عن فساد المنظمات تقول أن هناك خلل وهناك فجوة وهناك عدم ثقة من قبل المانحين خصوصا في تعامل مع هذه المنظمات التي لم تقدم للمحتاجين ما وعدت به من خلال تقاريرها وحديثها عن حجم الكارثة الإنسانية في اليمن كيف يمكن أن نوجد بدائل لمساعدة الناس لمساعدة المحتاجين بعيدا عن هذه النظمات التي احترفت السركة واحترفت الاحتيالات ونهب الأموات اليوم نستطيع أن نقول بكل رضوح أن جزء كبير أيضا من الاحتياجات يعني تقوم به منظمات محلية أو يقوم به اليمنيون اليوم كثير من اليمنيون يحولوا يعني يتبنون مشاريع وإن كانت صغيرة تعمل بصورة كبيرة على سد الفقوة بقدر الإمكان لأن الشعب اليمني لو اعتمد بصورة كبيرة أو نهائية على المنظمات الدولية وعلى المساعدات التي تأتي عبرها فإننا لن يعني سنجد اليمن قد دخل في مجاعة حقيقية اليوم المساعدات التي تقدم إلى اليمن تذهب منها ما يقارب من 50% إلى 45% أجور تشغيلية وتأمينات وتنقلات ومواصلات إلى غير ذلك وقبل الارتفاع بحسب يعني أحياناً لا توجد مثل مشتقات نفطية فيرتفع سعر أسعار التنقلات ترتفع أيضاً أسعار التسكين بسبب عدم وجود الكهرباء وبالتالي أنا باعتقادي اليوم قبل أن قبل ما يحتاج اليمن إلى مؤتمر للمانحين اليوم أيضاً بحاجة إلى مؤتمر تشاوي للعمل الإنساني والإغاثي اليمن بالشراكة مع بعض المنظمات لتحديد الاحتياجات أسألك توفيق أنا أريد أن أسألك لماذا نجد أن بعض الناشطين في المجال الإنساني والإغاثي لهم بصمات عريضة وكبيرة في العمل الإنساني والإغاثي أكثر من منظمات وجمعيات إغاثية لها باع طويل ولديها كوادر ولديها فرق رصد وتحري وتوزيع وإلى آخر لماذا؟ الأمر واضح لأن الناشط أولاً محدد لديه أولوية واضحة لديه مجال محدد الأمر الثاني لا ينفق على الأموال الكثير الذي تأتي الكثير بمعنى أنه عندما تصل المئة ألف يوصلها مئة ألف عندما يصل له مليون يوصلها مليون وممكن كمان يصرف المواصلات من جيبه صحيح؟ نعم وبالتالي هو يعرف الاحتياجات يعرف أن فلان من الناس لديه عملية جراحية فيسعى لإنهاء العملية صحيح؟ والبعض ربما يضع حتى أرقام يعني يكون دال على الخير فقط يعني يضع أرقام وحسابات لمن يريد أن نعم تواصل بك رأينا برنامج صاحب صاحب تهامة مثلا على سبيل المثال مجبور خاطر خاطر مجبور يعني برنامج حقك شهرة في المجال الإنساني ووثق فيه الناس أنا أقول أنه ما زال المال اليمني الوطني سواء الذي يأتي من الخارج أو من الداخل يقوم بواجب كبير جدا يعني لو أعتمدنا صراحة في أسماء كثيرة يعني تحضروني هنا ولهم بصمات رائعة جدا وجه لهم الشكر والتحية والعرفان يعني كثير من الأسماء صراحة يعني لو ذكرت أحدنا بالتأكيد سأنسى الكثير لكن لا بس أن نذكر من قفزوا إلى الذاكرة في هذا الوقت بشير المسقري ويحيى سرور وكبر طماح وكثير من الناشطين أيضا إلى جانب فهم قاموا بأدوار ممتازة وجه لهم التحية كلهم نعم وهؤلاء بحاجة إلى تشجيع وإلى إظهار وإلى تعزيز وإلى حتى يعني يجب أن يستهدفوا حتى في تطوير قدراتهم لأنه في النهاية هؤلاء يصبحوا رأسماء في مثل هذه الضروب رأسماء الحقيقي في تخصيص معاناة الناس وهؤلاء يجب أن يكرموا ويجب أن يمنحوا ثقة أكبر من ممن لديهم نية لفعل الخير أو تقديم الإغاثة لكن نريد أيضا عمل مؤسسي عمل منظم بحيث أن نضمن أنه خارج النطاق الجغرافية الذي يعمل فيه هؤلاء نريد يعني إمكانية الوصول أن تكون أكبر وأعلى هذا ما أقصد طبيعي لأنه في ظل ظروف الحرب أنت لا تستطيع أن تتحكم في آلية محددة بمعنى أنه هؤلاء اليوم الناشطين الذين ظهروهم ظهروا نتيجة للضرورة صحيح رأواها رأوا قيرانهم رأوا أهاليهم أحسوا بهم وتفاعلوا معهم صحيح عبدالك وليد والحديث ربما يأخذنا إلى التجاهات أنه كيف تتكسب هذه المنظمات سواء محلية أو دولية أو غيرها كيف تتكسب من معاناة الإنسان اليمن الذي اتحنته الظروف منذ حوالي عشر سنوات وهو يعيش غصة لم تتوقف أولا إذا دققت في أنا أحترم المجتمع المدني جدا ودور المجتمع المدني في كل المجتمعات مهم وحاسم وضروري لكن إذا دققت النظر في أداء المنظمات الغير حكومية ستجعل أن الكثير من هذه المنظمات إما أن تتبع أطراف الصراء أو أنها تكونقراط أو تتبع يوجد فيها مجموعة من المحترفين يبيعون قدراتهم للمانحين وهناك منظمات لديها بعد وطني حقيقة وإلى حد ما هناك حوث لا نشكك لكن الاختلالات ربما أيضاً فترة الحرب تحدث عن فترة حرب وفترة استثنائية بالضبط أين الخلل؟ الخلل بالدرجة الرئيسية أولاً أنه لا يوجد تشبيك بين منظمات المجتمع المدني في اليمن واحد اثنين كان لدينا إطار قانوني وتشريعي سابق ليلزم الحكومة بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لا أذكى تقريباً أثنين أحمد صوف هنا رجل التخطيط السابق ولكن بعد اللحظات الذي مرت بهليمن منذ العام 2011 لم يعد هناك أي نوع من التعاون والتنسيق بالحكومة المجتمع المدني اثنان أو ثلاثة هناك تدني في التعاون ما بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لأن كثير من منظمات الدولية تصرع العمل من صنعات التعامل مع الحوثيين وهناك كثير من ما أيضاً يوظفوا أموالهم باتجاه الحوثيين هذه الإشكالية المؤسسية بالإضافة إلى أن هناك أربعة محددات رئيسية نستطيع من خلالها أن نقيم دور المجتمع المدني على سبيل المثال التزام بالحكمة التزام بالمقاربة الحقوقية التزام بالشبافية الداخلية التزام بالعمل الديمقراطي داخل المؤسسة نفسها على سبيل المثال في واحدة من المقابلات كنت أتحدث مع أحد الشباب العاملين في المنظمات يقول بدلاً وكنا نتحدث عن البنى التحتية التي استطاعت أن تسبب أن هذه المنظمات طوال الحرب يقول بدلاً كنا نأمل أن يتم بناء مبنى للمنظمات أما بناء مبنى أو منزل لرئيس المنظمة هناك خلل ولكن أيضاً يجب أن نقول أن ما كامت به المنظمات المجتمع المدني في الحرب كان حاسماً وضرورياً خصوصاً لكن لابد من التأكيد أن عملها طوعي رحب ريدان ريدان المقدم زميلنا الإعلامي البارز أهلاً سهلاً بك ريدان ريدان نتحدث اليوم نتحدث عن عن تأثير أعمال الفساد التي رافقت عمل المنظمات الإغاثية تأثير هذا الفساد على المساعدات المستقبلية كيف يعني طلبت هذه المنظمات 4.3 مليار دولار وقبلت بـ 1.3 مليار يعني لم يعد هناك ثقة لكن مستقبلاً كيف في ظل الأزمة الراهلة؟ الفساد الحاصل الآن هو فساد مشترك مش فساد فقط المنظمات المحلية هناك أيضاً فساد داخل المنظمات الدولية وهو فساد ربما أنهم مضطرين لهذا الفساد من أجل التعامل مع الكتلة البشرية الموجودة داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي المعرفة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هي المناطق الأكثر كفافة سكانية وبالتالي عمل المنظمات الدولية وأيضاً المحلية دائماً يفضل أن يتواجد في هذه المناطق والحوثي منذ انقلب على الدولة أو مؤخراً أنشأ مجلس خاص بالتعامل مع هذه المنظمات أو مع المانحين وسمه المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ولا يحق لأي منظمة محلية أن تعمل إلا بموافقته وبالإتزام بشروع التي وضعها وبالتالي أيضاً وضع أمام المنظمات المجلس الدولية العديد من الاشترافات تجاه توظيف أشخاص معالجين بالحوثي يعني إذن إصدع القول بأن المنظمات التي أنشأها الحوثي والهيئة ما سمي هيئة تنسيق المساعدات الإنسانية أنا تعتقد أن هذه أيضاً شكلت مصدر دخل آخر للحوثي إلى جانب الجبايات التي يأخذها وإلى جانب السوق السودان أكيد بكل تعكيد لأنه أيضاً المنظمات الدولية أصبحت تتودد للحوثي من عجل القبول بالتعامل معها وإدخل المساعدة لأنه في فترة من الفترات أوقف عمل المنظمات هذه بالداخل وعادت لتتحايل عن الحوثي وتقبل بشروطه من أجل العودة إلى العمل واستمرار الأعمال الإنسانية عودة الشراكة نعم هو صحيح ما يصل إلى الناس قليل جداً والمنتفعين من المساعدات هذه المستفيدين بشكل كبير هم فئة لا يحتاجون إلى المساعدات وهذه حقيقة ولكن نتمنى أنه مثلاً يكون في الطرف الآخر أيضاً في مناطق الشرعية هناك أيضاً ممارسات أخرى في المساعد فأي يعني إحنا مثلاً لو نتكلم على أساسات مناطق الحوثي في مناطق الشرعية أيضاً هناك شكاوى من أولاً الرواتب أنه ليست كافية خصوصاً مع ارتفاع سعر الصرف والتضخم الذي حصل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً هناك عدم انتظام في صرف الرواتب لبعض الجهات وهذا أمر مقلق يعني يعني توجد من وقت طويل وتحتاج إلى معالجة أكثر والوضع في الوقت الحالي يعني نخشى أنه نتحدث كثير حتى تنقطع هذه المساعدة التي القليلة التي تصدر هل يجوز مراقبة أموال منظمات المجتمع المدني ومن الذي يراقبها أقول المجتمع المحلي فيه فساد كبير إذا تركنا وإذا تحدثنا على الفساد فساد المنظمات مثلاً أو الشخصيات التي في المنظمات أو الأشخاص الذين يخصدون عمل المنظمات بالأصح يعني هتكون المشكلة كبيرة جداً لكن عمل المنظماتي يجب على المجتمع الدولي والدول الرائعة والدول المانحة أن تراقب هذه الأموال وأن ترى إن تذهب وهل تذهب إلى مستحقها أو لا ريدان ريدان خوفك من انقطاع المساعدات هو ربما نفس الحديث عندما يجري عن مطار صنعاء والمطارة بفتح مطار صنعاء وهو ما يسألها ربما البعض يستغرب أنه مطار صنعاء خصوصاً من يسكنون إلى جوار البطار يعرفون أن الطائرات يومياً تتحرك والحوثيين ينتقلون ونعرف أن هناك من مات في بيروت وهناك من مات في دول أوروبية وهناك من يعني يتحركون بدون قلق وبدون مطار صنعاء مفتوح أمامهم فالحديث عن مطار الخوف من إغلاق مطار صنعاء وليس لا يغلق إلا أمام المحتاجين وأمام المرضى وأمام منهم بالفعل بحاجة إلى السفر أما الحوثيين هم يستخدمونه بشكل دائم نعم إذن نختم معك بسؤال يعني هل بالفعل الوضع كارثي بسبب نقص المساعدات أم بسبب الفساد لا أكيد الوضع كارثي بسبب الفساد أولاً لأن الفساد هو يعطل جميع العمليات أمام لا يجعي من عمل أوصل المساعدات نعم المساعدات هي موجودة والمضالغ المعلن عليها كثيرة جداً ولكن لا تصل إلى المواطنين الذين يستحقونها وإذا وصلت تصل بالحد الأدنى أحنا أنا أخاف على هذا الحد الأدنى نعم وأتمنى أنه يكون هناك أجابة من المجتمع نعم 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 حتى الشرعية ممكن تشكه المجلف من شخصيات كفأة مشهود لهذه النباهة وتقيم عمل هذه المنظوات بالداخل إذا كان نحن نضم صوتنا نضم صوتنا إلى صوتك ريدان نتمنى أن تكون هناك أي رقابة فاعلة وحازمة في هذا الجانب ريدان المقدم الإعلامي البارز أشكركم جزيل الشكر أستاذ إذا 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 تحدثنا عن 34 مليار كما نتحدث معناه أن هناك 30 مليون يمني قد حصل كل فرد وكل طفل وكل امرأة وكل على ألف دولار على الأقل نقدا أو ما يعادلها ما معنى ذلك شوف أولا أود لو سمحت للتعقيب على جزئية أولا الحيز القانوني الذي حصل عليها المجتمع المدني لم يحصل عليه إلا عبر دستور الدولة الوحدة في عام 90 قبل 90 كان هناك دولتان شموليتان هذا الهامش الدستوري الذي منح المجتمع المدني حيز نحن نود في الوقت الراهن أن نطوره لا أن نعيد الشمولية بمعنى يصبح الدولة التي تحكم بالمجتمع المدني وتراقب النظر الدولة لا بد أن يتدخل عندما يصبح هناك دور هامش تستطيع من خلاله أن تمارس الدولة الرقابة وأن تتأكد من أن المساعدة تذهب لمستحقها ولكن يجب المجتمع المدني أن يحافظ على هامش ما منح له من خلال دورة الوحدة هذا من الجانب بمعنى هناك مسؤولية على المجتمع المدني إجمالي فساد المنظمات الداخلية لا يساوي 10% من إجمالي فساد المنظمات الدولية إضافة إلا أن ما يقوم به الحثين وهذه معلومات دقيقة لم تقوم به أي من الجماعات التورية والمتمردة والانقلابية والإرهابية خلال تاريخ العمل الإنساني منذ بداية القرن وحتى هذه اللحظة ما تقوم به هذه الجماعة اللصوصية مرعب لدرجة أنه من الوقاحة يخرج قيادها يطالبون بإسرام المساعدة النقدي يعني هل يحدث في التاريخ إذا تشاهم إذا أردت أن تحصل على مساعدات إغاثية من تلك التي تقدم إلى المنظمات الدولية وعليك أن ترسل ابنك إلى الجبهات أو تقدم أحد بالضفط هنا الخلال الحوثي بدرجة رائسية كي لا نظلم منظمة المجتمع المدني بشكل أكبر صلنا إلى أختم حلقة اليوم أختم لك جزيلا شكر وليد البارد الباحث الحقوقي البارد شكرا جزيلا لك على تشرفك بالحضور شكرا موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة